اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك وسلم انك حميد مجيد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج الطالبين يقول تعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية الكريمة وردت في سورة البقرة وقد جاء ترتبها مباشرة بعد الآيات التي تتحدث عن فرضية صيام شهر رمضان المبارك مما يعني ان لها علاقة خاصة وعبيقة بالصيام والآية بمفهومها العام تتحدث عن القرب المتبادل بين الخالق وعباده واذا سألك عبادي عني فاني قريب كما وتتحدث الآية الكريمة عن موضوع استجابة الدعاء اجيب دعوة الداعي اذا دعان وسنتحدث مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج منهاج الطالبين حول موضوع الدعاء واستجابة الدعاء وفلسفة الدعاء وشروطه وبركاته واسمحوا لي في البداية ان ارحب بالضيوف الكرام الاستاذ فلاح الدين محمد نحن والحمد لله قد دخلنا في العشرة الثانية من شهر رمضان المبارك وهذه العشرة وصفت في حديث الرسول بالمغفرة يقول الرسول في حديثه الشريف شهر رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عطق من النار وكما نعلم جميعا فان هذا الشهر هو شهر الدعاء فارجو من الاستاذ فلاح الدين ان يحدثنا عن مفهوم الدعاء وتعريفه ونحن نعيش في هذه الايام المباركة والتي تعتبر موسما خاصا لاستجابة الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء لغة هو الطلب وأيضا الدعوة أو النداء فمصطلحا في العبادة أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويناديه ويناجيه ويطلب حاجاته منه فالدعاء هو ليس فقط أن أتكلم بلساني وإنما قلبي يجب أن يكون جاهزا مستعدا يكون مضطربا فيه قلق يعرف أن هذا الشخص الذي أتكلم معه هو الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو وحده القادر على استجابة الدعاء وتلبية طلبه وهنا يذكر المصطلح الموعود رضي الله عنه بهذه المناسبة ويقول الدعاء ليس مجرد ترديد كلمات الدعاء هو ذوبان المرء أمام الله في حالة من التذلل والانكسار والذي لا يخفق فؤاده ولا يهتز دماغه وكل ذرة من جسمه حيال بهاء الله عند طلب الدعاء فهو يستهزئ ويضيع وقته ويستجلب غضب الله فلا تطلب الدعاء بالألفاظ التي لا تتجاوز حناجركم دون أن ترتعش قلوبكم وتهتز أبدانكم وإلا فليس هذا بدعاء بل وسيلة للشيطان ويجلب سخط الله عليكم جزاكم الله أبو رشاد أستاذ عبدالقادر نحن في نفس السياق من فطرة الإنسان أنه دائما يلجأ إلى الله وقت المشاكل والصعاب ويدعو الله سبحانه وتعالى فإذا كانت تحب أن تضيف شيء في هذا المجال حول مفهوم الدعاء نعم هو حقيقة الإنسان مفتور على الدعاء يعني حتى أن الطفل عندما يصرخ هو الطفل الرضيع هو يطلب أمه يطلب الحليب من أمه فأيضا الأم أيضا مفتورة على أن تتلقى هذا الدعاء بشكل فطري لا إرادي فيتدفق الحليب في ثديهاب فإذا كان هذا هو حالنا أمام الله سبحانه وتعالى من الألم والبكاء والانكسار والسراخ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لأدعيتنا في هذه الحالة جزاكم الله عزيزي أنا أيضا أنا أردت أن أضيف من عندي بعض الأمور التي لها علاقة بالدعاء وأقول أن يجب على الإنسان أن يفهم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فالإنسان يستطيع أن يجعل الله قريبا جدا منه وبنفس الوقت الإنسان يستطيع أن يجعل الله بعيدا منه الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدس أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل منه فهذه العلاقة التي في نهاية المطاف إذا الإنسان كان قريب فعلا من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستطيع ويستجيب دائما لأدعيته أردت أن أوجه سؤال أردت أن أدعى عبد القادر يقول تعالى أدعوني أستجب لكم وورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء ويقول حضرة الإمام المهدي عليه السلام إن أعظم الكرامات استجابة الدعوات عند حلول الآفاد فأريد منك أخي العزيز عبد القادر أن تحدثنا ولو بإيجاز عن فلسفة الدعاء والحكمة منه نعم كما تفضلت أخي أستاذ مناع بأن هذا الشهر المبارك هو شهر الدعاء وأيضا هو الشهر تتجلى فيه مشاهدة استجابة الدعاء وهذه النقطة مهمة جدا عندما نتحدث عن الدعاء الحقيقي فربما يمن الله سبحانه وتعالى علينا وتتنزل أفضله واستجابة الأدعية في هذا الشهر المبارك أبواب السماء تكون مفتوحة نعم الحقيقة أن الدعاء هو وسيلة للاتصال بين العبد والمعبود بين الخالق والمخلوق هذه الوسيلة سهلة جدا متيسرة أو متيسرة للجميع يعني الجميع يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى الفقير، الغني، الضعيف، القوي، حتى المشلول حتى الذي لا يستطيع أن يستخدم لسانه فيبعو الله سبحانه وتعالى في قلبه كما تفضل أخي أبو رشاد حتى الذي لا يستطيع أن يغادر فراشه يعني يستطيع الإنسان، أي إنسان، كل الناس، كل فئات الناس يستطيعون أن يتوجهوا للاتصال بخالقهم عن طريق الدعاء إذن الأمر لا يحتاج إلى مهارات، لا يحتاج إلى طاقة، لا يحتاج إلى كوة، لا يحتاج إلى مال فقط نتوجه لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم من يجيب المضطرة إذا دعاه لم يحدد الله سبحانه وتعالى من هو هذا المضطر هل هو مسلم أم غير مسلم الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر سواء بغض النظر عن دينه، عن معتقده، عن مذهبه ما دام هذا المضطر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بألم وحرقة والتياع فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه إذن فلا تقلق أيها الداعي المضطر مهما كانت حاجتك مهما ألم بك من هم وغم ومصائب مهما كان فكرك مهما كان جوعك مهما كان مرضك ولو كان مزمنا مهما كانت المشاكل والتحديات التي تحيط بك وتبدو لك بأنها لا يمكن أن تتخلص منها فإن الله سبحانه وتعالى يفعل المعجزات إن الله سبحانه وتعالى القادر الغني يسد حاجات العبد فهذه رحمانيته تفيض على عباده المضطرين الذين لجأوا إليه بهذا الألم والحرارة الله سبحانه وتعالى وحده يسد حاجاتهم إذا كان المريض يستطيع الطبيب أن يسد حاجته فالطبيب لا يستطيع أن يسد حاجة الفقير وإذا كان الغني يستطيع أن يسد حاجة الفقير فالطبيب لا يستطيع أن يسد حاجة الفقير وهكذا فالله سبحانه وتعالى الغني يسد برحمانيته جميع حاجات المضطرين الذين تقدموا إليه بألم وحرقة وهذه النقطة الأولى في فلسفة الدعاء وهي استجابة الله دعوة المضطر بغض النظر من هو هذا المضطر النقطة الثانية في فلسفة الدعاء وهي أننا بالدعاء نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى نحن نستعين بالدعاء حتى نحصل على قربه حتى نحصل على محبته الدعاء بالدعاء يشعر الإنسان كم هو ضعيف كم هو مقصر فبالدعاء هو يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يعينه على تقصيراته وبالتالي الداعي هو يسلك هذا السلم الذي به يستطيع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي بالدعاء تحدث الثورة الروحانية يحدث الانقلاب الروحاني في حياة المؤمن الداعي هذا الانقلاب هو الذي يوصل الإنسان بالله سبحانه وتعالى بحيث يصبح قريبا منه سبحانه وتعالى وهذا الدعاء هو الذي أحدث انقلابا في الحياة البشرية عندما جاء الأنبياء على رأسهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما أحدث الانقلاب في حياة الناس هذا الانقلاب الروحاني أحدثه بالدعاء بالدعاء بالبركة الدعاء طبعا وببركات الدعاء الذي أحيى الأموات أموات الكلوب الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور هذه الثورة الروحانية التي حدثت في زمن كل نبي من الأنبياء إنما هي كانت بفضل الدعاء وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت في مقدمته وسبقها دعاء إبراهيم عليه السلام نعم إذن بالدعاء نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نحصل على قربه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فبالدعاء نحصل على هذا القرب منه سبحانه وتعالى أنا أريد أبو رشاد وأخي عبد القادر أن نركز على موضوع رمضان وعلاقة الصوم ورمضان بالدعاء يعني كيف عالإنسان أن يستغل هذا الشهر الفضيل ويتوجه إلى الله بالدعاء تفضل أبو رشاد إذا كان عندك شيء تحب أن تقول في هذا الموضوع نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل لنا عبادات وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ففي كل عبادة نجد هناك أدعية ومن عباداتنا في هذه الأيام هي الصلاة والصيام فشهر رمضان سواء كان في بدايته أو وسطه أو نهايته كله عبادة وكل لحظة فيه دعاء أن الإنسان يطلب القرب من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى موجود وهذا بنفسه الله سبحانه وتعالى شجع المؤمنين والمسلمين بأنني قريب وقد ذكر هذا القرب خاصة في رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون فالحمد لله سبحانه وتعالى أنه أتاح لنا هذه الفرصة عبادة الصيام والصلاة في قيام الليل وشكره وهناك القسم الأخير من رمضان وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان التي كلها عبادة وكلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يفيدنا في هذا الشهر الكريم أستاذ عبد إذا عندك أشياء أنا أريد أن أوجه أستاذ عبد للسؤال آخر سيد الإمام المهدي عليه السلام ذكر أن الإنسان في شهر رمضان عليه أن يدعو بدعاء خاص وهو دعاء أن يخلصه الله سبحانه وتعالى من الذلوب وإذا كان ممكن أن تلقي الضوء على هذا الموضوع الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي هنا استجابة فليستجيبوا لله يعني يلبوا نداء الله سبحانه وتعالى يعني يلتزموا بأوامر الله سبحانه وتعالى بالشروط الخاصة بالصوم نعم بالصوم بالأوامر التي طبعا يعني بالصوم وغير الصوم يعني بأوامر الكرآن هناك أحكام وأوامر قد شرعها الكرآن لابد من الالتزام بها برمضان أو بغير رمضان لكن لا يمكن أن نؤدي هذه الأوامر ونطيع أوامر الله سبحانه وتعالى بدون التطهر من الذنوب من هنا فلابد بداية من الدعاء والتركيز في الدعاء ومجاهدة النفس في الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا بأن نتطهر من ذنوبنا لأنه إذا تطهرنا من ذنوبنا من كل الذنوب طبعا الكبيرة والصغيرة في هذه الحالة ليس لنا حاجة أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليحقق لنا ضروراتنا الشخصية لأنه إذا أصبحنا مطهري القلوب من أدران الذنوب في هذه الحالة نصبح أناس ربانيين قريبين من الله سبحانه وتعالى في معية الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى لنا بتجلياته فتهبط أنواره على قلوبنا وفي هذه الحالة يصبح الإنسان العبد في هذه المرحلة مستجاب الدعاء وهذه الغاية إذن لا يمكن أن نخطو في فعل الحسنات والخيرات والتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى دون أن نكون قد تخطينا وتطهرنا من جميع ذنوبنا سواء كانت الصغيرة والكبيرة وطبعا هذه الذنوب يعني كل إنسان به ضعف معين والله سبحانه وتعالى أوضع في الإنسان طاقات وقدرات والإنسان محاسب حسب قدراته وطاقاته فعندما ندعو الله سبحانه وتعالى فالدعاء يعني أن نستغل ما وهبان الله سبحانه وتعالى من طاقات وقدرات حتى نتقرب منه حتى نتطهر ونتخلص من الذنوب لابد أن نجاهد أنفسنا ونجدح وطبعا هذه المسألة فيها ألم فيها معاناة فيها مشقة فيها مكابدة ومجاهدة يعني ليس الأمر سهلا يعني أنت تحتاج إلى عمل وجهد وبهذا العمل وبهذا الجهد يتقدم المؤمن الصائم طبعا الجهد والمجاهدة تحتاج إلى صبر وبهذا يزداد الإيمان ويرتفع ويرتقي نحن في شهر رمضان نبارك لدعو الله سبحانه وتعالى علي تقبل أدعيتنا سؤال إلى الأستاذ أبو رشاد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء بمعنى أن الدعاء قد يغير أو يؤخر قضاء الله وأنا أطلب منك إذا تفضلتم أن تحدثنا عن هذا الموضوع موضوع الدعاء ورد القضاء 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 والقدر هناك نوعان من القدر أو القضاء قضاء خير وقضاء شر ولا يعلم الإنسان ما هو مقدرا له من خير أو شر فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك قدر خير له أن يعجله له ويؤتيه فيه وإن كان هناك قدر شر أن يجنبه ويبعد هذا عنه والله سبحانه وتعالى قد علمنا هذا في القرآن الكريم كيف نطلب أن الله سبحانه وتعالى يلبي طلبنا وأن يعطينا ما قدر لنا هناك كثير من الأمور الإنسان بحاجة إليها لا حاجة أن يتوجه بالدعاء لطلبها أو الابتعاد عنها إذا كانت ظاهرة والله سبحانه وتعالى وضع القوانين والأسباب كيف أتبعها مثلا أنا عطشان فأذهب أخذ كأس من الماء وأشرب أنا جعان أذهب وأكل أنا بحاجة معينة أعرف ما هي الوسائل والسبل التي الله سبحانه وتعالى يسرها لي أستعملها وأقضيها لنفسي وحتى في الدعاء نفسي يجب أن أستعمل الوسيلة أول لا أركن على الدعاء فقط يجب أن تكون الوسيلة أتخذ جميع الاحتياطات وما يسره الله لي من وسائل لتحقيق هذا الهدف ومع ذلك أستعمل الأسباب أولا ثم أدعو كما قال سيدنا عمر لأحد الصحابة الذي كان يدعو الله أن يشفي ناقته الجرباء فقال له ضع معا الدعاء قليلا من القطران فاتشفى ولكن فقط أريد أن أضيف نأخذ بالأسباب وندعو ونسلم بالنتائج يعني نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى يعني نرضى بالنتائج سواء كانت سيئة أو كانت يعني جيدة أو كما نريد نعم والله سبحانه وتعالى هو يقدر هل يسمع دعانا أو لا وإذا رأى أن القضاءه المبرم يجب أن يجري فيجري ونحن نقبله بكل رحابة الصبر شزاكم الله أخ عبد القادر تحب أن نضيف شيء آخر؟ نعم هو حقيقة يعني الدعاء هو أيضا قدر آخر يعني الله سبحانه وتعالى ربما يعني تكون هناك أمور مقدرة لذلك الدعاء يرد البلاء أي نعم فالدعاء هو قدر قد يلغي قدر آخر يعني ومن هنا لابد دائما بكل الأحوال أن ندعو الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان القدر قد نفذ بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحصل مثلا البلاء فإن الدعاء يزيل هذا البلاء حتى بعد وقوعه جزاكم الله عبد القادر سيدنا المصلح المورود رضي الله عنه عندما تحدث عن الدعاء واستجابة الدعاء وضع شروطا لاستجابة الدعاء وشروط كثيرة يمكن إذا تحدثنا عنها بإسهاب يمكن تستغرق حلقة كاملة ولكن أنا أطلب منك أن تتحدث بإيجاز عن الشروط الرئيسية والمركزية لاستجابة الدعاء قبل أن أبدأ بهذا الموضوع أريد أن أذكر بأنه عندما ندعو الله سبحانه وتعالى أحيانا لا تستجاب الأدية أو ربما تتأخر فيصيب اليأس والإحباط الداعي وهذه نقطة مهمة جدا تكون يعني هذا اليأس والإحباط هو نتيجة وسوسة من الشيطان وخدعة من الشيطان لأنه إذا لم يستجب دعاءنا من الله سبحانه وتعالى فإما يكون هناك خلل في شروط الدعاء أي أن شروط الدعاء غير مكتملة أو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤخر استجابة الدعاء لحكمة هو يعلمها وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم لأننا لا نعرف أين الخير وربما كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستعجل بطلب الدعاء ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يبين أن استجابة الدعاء والرد على هذا الطلب إنما تكون مدخرة لهذا العبد في الآخرة حتى أنه يقول يعني يا ليتني لم يعجل لي شيء من دعائي في الدنيا يعني رأيت أنه ربنا أجل استجابة الدعاء في الآخرة هذه النقطة المهمة جدا ونحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ومخلص وبحرارة وألم لابد أن ننتبه إليها حتى لا ينفذ الشيطان إلينا من خلالها وبالتالي نترك أو نبتعد عن الدعاء أنا أريد في هذه النقطة بذات أن ننوه إلى نقطة أخرى أن الإنسان عندما يتوجه إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يفهم هو يقوم بعمله والله سبحانه وتعالى أيضاً يقوم بعمله ويرفض الله سبحانه وتعالى للدعاء أو استجابته يعني أنا أن أسأل الله وظيفتي أن أسأل الله سبحانه وتعالى ووظيفة الله سبحانه وتعالى أما يستجيب وإما أن يرد هذا الدعاء وعنى علي أن أقبل الحالتين نعم وهذا يعني هذا أحد شروط الدعاء الألهمة جداً لابد أن نسلم الأمر والنتيجة لله سبحانه وتعالى لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لابد أن نكون موكنين بأن الله سبحانه وتعالى هو مستجيب الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى دائماً يريد لنا الخير قد لا نعلم نحن أيضاً الخير لنا كما يعني يشبه المسيح الموعود عليه السلام ذلك الطفل الذي أمسك بأفعى ثم جاءت أمه فأخذت الأفعى منه وأعطته لعبة ربما هذا الطفل يضطرب ولكنه لا يعرف هذا الطفل ما هو الشيء الذي في صالحه وهكذا نحن لا نعلم الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب وهو العليم بحالنا وأحوالنا ويعلم ما هو الخير لنا النوع الشرط الأول في استجابة الدعاء وربما هذه الأمور بالترتيب يعني عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى طبعا بكلوبنا نطلب منه الدعاء لابد أولا أن نحمده سبحانه وتعالى يعني لابد أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأصبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة فنعم الله سبحانه وتعالى التي تتنزل برحمانيته تتنزل بدون مقابل على عباده فالله سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي والذي أعطانا الهواء والأكسجين الذي أعطانا المال وأعطانا البنون كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى لابد أن نستشعر هذه النعم بأن الله سبحانه وتعالى متفضل علينا إذن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ونستشعر بها ومن ثم نسبحه سبحانه وتعالى فهو الله سبحانه وتعالى المنزه عن النقص والعيب وهذا الدعاء لماذا نستخدره لأنه نريد أن نعيش في هذه الحالة لابد للعبد بداية أن يعمل على تطهير قلبه من الأدران من العيوب من الشواهب لأن الله سبحانه وتعالى سبوح لأن الله سبحانه وتعالى عندما يتنزل بتجلياته بأنواره لا يتنزل إلا على قلب مطهر هذا القلب يكون مرآة لصفات الله سبحانه وتعالى مرآة لتجلياته فيحدث هنا الاتصال بين الخالق والمخلوق إذن هذه القضية الأولى سنعود ونكمل هذا الموضوع ولكن مشاهدي الكرام نخرج إلى استراحة قصيرة ثم نعود ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلايانا وكروبنا ونج من كل هم من قلوبنا وكف الخطوبنا وكن معنا حيثما كنا يا محبوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا إنا توكلنا عليك وفوضنا الأمر إليك أنت مولانا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين يا ربي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ونج من كل هم من قلوبنا وكف الخطوبنا وكن معنا حيثما كنا يا محبوبنا وستر عوراتنا وآمن روعاتنا إنا توكلنا عليك وفوضنا الأمر إليك أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين يا ربي مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى كنا في الحديث عن موضوع استجابة الدعاء وقد وجهت سؤال للأستاذ عبد القادر حول الشروط التي يجب أن تتوفر ليكون دعاؤنا مستجاب وبدأ حديثه وهو يستمر في الإجابة على هذا السؤال تفضل الأستاذ عبد القادر يعني أولا كما ذكرت أريد أن أذكر فقط بأن الدعاء يبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى وبالتسبيح لأن ذلك يذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى هو منزه وليس كمثله شيء هذا يجعلنا أن نتخلق بهذه الأخلاق ونعد قلوبنا بحيث تصبح طاهرة من الحقد والضغينة والكراهية حتى لا يصبح القلب منشغلا بأمور الدنيا لابد أن لا يكون القلب لاهيا لابد أن يكون القلب منقطعا عن الدنيا حتى يعني يتجلى أو تهبط أنوار الله سبحانه وتعالى وتجلياته على هذا العبد وبالتالي يحدث الاتصال بين العبد وبين الخالق هذه النقطة الأولى في أن تذكرت أنوار الشيء علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على رسوله الكريم هذه النقطة الأخرى التي سأذكرها النقطة الأخرى هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأريد أن أذكر فقط أن المسيح المبعوض عليه السلام يقول كنت على يقين أن سبل الله تعالى دقيقة جدا ولا يمكن الاهتداء إليها بدون وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الله تعالى وأيضا وابتغوا إليه الوسيلة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو العاشق هو المحب وهو المحبوب عند الله سبحانه وتعالى لذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسأل العباد الله سبحانه وتعالى يسأل من يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا بسؤالنا لله سبحانه وتعالى يريد أن يوجهنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الطريق التي توصلنا بالله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبير بهذه الطريق هو العارف هو المجرب هو الأسوة هو المطبق لتعاليم وأحكام الكتاب الكامل الكرآن الكريم فعندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نصلي على حبيب الله سبحانه وتعالى وليست الصلاة مجرد تقليد كما يقول المسيح المبعود عليه السلام ليس مجرد أن نقول الله مصلي على سيدنا محمد نرددها باللسان وكلوبنا مشهولة في أمور أخرى ونعد كم مرة صلينا ليس هذا هو المقصود بل عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نتذكر حسنه ونتذكر إحسانه نتذكر جمال أخلاقه نتذكر سموة مرتبته وعلوة شأنه عند الله سبحانه وتعالى نتذكر أنه جاء برسالة السماء ونتذكر انتصاراته صلى الله عليه وسلم وبالتالي انتصار الإسلام نتذكر هذا الإنسان العظيم المحب الرحيم المحب للبشرية الذي قدم نموذجا لصفاته وترجمانا لصفاته هذا الخالق العظيم لذلك يقول المسيح المبعود عليه السلام إذا أدينا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنكم تنالون ثمرة حلوة ولذيذة لاستجابة الدعاء وهذه الفلسفة هذه القضية عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نكون قد تأسين به سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا من الصعب جدا نحن أن نصل إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعني كما ذكرت فإن صيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعلنا ننظر إليها حتى نبذل الجهد طبعا كل حسب قدرته وطاقته حتى يقترب من هذه الأسوة الفريدة العظيمة ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله فإذا ذكرت محبوبه هو أيضا ينظر إليك بنظرة خاصة كما إذا أردت أن تتقرب من شخص كبير مثلا أب أو ملك إذا مدحت من هو أقل منه أو ابنه مثلا أو وزيره فينظر لك نظرة خاصة نعم فحقيقة نحن يجب أن نتأسى أيضا في الأنبياء كيف أنهم كانوا مؤدبين في أدعيتهم ابتداءا من آدم عليه السلام مرورا بموسى وبيونس وكل نبي إذا رأينا أدعيتهم في القرآن الكريم مثلا كما قال موسى عليه السلام يعني هو لا يطب شيء هو دعاء هو شكر الله سبحانه وتعالى قال له شيء ولكن هذا شيء هو يتضمن دعاء قال له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهو بكل أدب تكلم والله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاه وظيفة أعطاه الزوجة بهذا الدعاء المهذب وكما يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت كان يسبح الله سبحانه وتعالى ولو لم يسبح الله سبحانه وتعالى لمكث في بطنه إلى يوم يبعثون كذلك سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا طرده ثم طلب طلبه وسيد أحمد عليه السلام هو علم بالإلهام دعاء ربي كل شيء خادمك ربي ربنا فاحفظنا وانصرنا وارحمنا هذا التأدب في الدعاء يجب أن نأخذه أسوة بالأنبياء السابقين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى وفي معركة بدر عندما كاد العدو أن يقضي على هذه العصابة ذهب إلى الله إلى خيمته ترك المعرك وذهب إلى خيمته أكبر معركة هي أنه يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى وكان على يقين أن الله سبحانه وتعالى سينصره والله سبحانه وتعالى نصره وهم أذل تفضل الحب القادة باستمر في موضوع شروط استجابة الدعاء هذا ضبع من شروطها لا شك في ذلك التأدب نعم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال حتى لو أن تخيل أن الله سبحانه وتعالى وعدنا أو هناك نبوآت ولابد لهذه النبوآت أن تتحقق فلابد أيضا للدعاء من الدعاء فهكذا فعل الأنبياء وهكذا فعل الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي والمسيح الموعود لابد من الدعاء والاستمرار في الدعاء نرجع إلى الآية الكريمة وهي التي أتت في سياق آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي إذن من شروط الدعاء أن يستجيب لي أي يلب ندائي يعني يأتمر بأوامري وخاصة يعني في هذا الشهر المبارك أن الإنسان يوسع دائرة حسناته وأعماله وبالتالي هو يتقدم ويزداد إيمانا ويرتقي روحانيا ويتقدم في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى ولكن يعني أنا أشبع عمل الإنسان في شهر رمضان هو كالمنحناء الذي يصل القمة في نهاية شهر رمضان في العطف العطف من النار بعد أن نال المغفرة والرحمة ولكن المهم في الاستجابة استجابة يعني أوامر الله سبحانه وتعالى وطاعته والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته يجب أن لا تتوقف فقط وعند نهاية شهر رمضان لابد أن يعني تستمر هذه الحالة التي وصلنا إليها إلى ما بعد رمضان وإلا فكيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لأدعيتنا في هذه الحالة يعني المقصود أننا لا نعبد الله فقط في موسم معين ولكن هذا الموسم هو فرصة عظيمة هذا موسم خاص موسم خاص حتى فعلا يعني نتقدم في الدعاء ونتدرب ويعني نركز أكثر في الأدعية حيث أن الإنسان في هذا الشهر يكون أكثر وقربا من الله سبحانه وتعالى إذن هذه القضية استجابة يستجيب لهذه القضية الأساسية ليس فقط يعني الطاعات لا يمكن طبعا أن نؤدي الطاع لله سبحانه وتعالى بقراءة الكرآن والتهجد والامتناع عن الطعام والشراب ثم إلى جانب هذه الحسنات نفعل ما يمحو هذه الحسنات يعني لذلك أنا أريد أن أذكر مرة أخرى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل والجهل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني القضية ليست هي الإيمان يعني أو الالتزام ببعض أوامر أو شروط الصيام لابد أن أخذها جملة واحدة وإلا يفسد الصيام وإذا فسد الصيام فكيف يستجاب الدعاء في هذه الحالة يجب أن نبتعد عن الكذب وقول الزور في المعاملات في المحاكم يعني الله سبحانه وتعالى يعني اعتبر قول الزور من الشرك فاجتنبوا الردس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فالذي يكذب سواء كان هذا الكذب هو كذب ليس هناك كذبة صغيرة أو كبيرة أو كذبا أبيض أو أسود الكذب هو كذب فالذي يكذب هو يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى من هنا لابد أن نكون حذرين من نزغات الشيطان حتى لا نقع في مثل هذه المعاصي الكبيرة لابد أن نبتعد عن النميمة لابد أن نخرق الصيام بالكذب أن تصوم الجوارح لابد أن تصوم لابد أيضا يعني إذا كانت هناك معاصي سابقة لابد أن نحدث تغييرا وإلا كيف يستجاب الدعاء يعني مثلا صلة الرحم يعني كيف يستجاب الدعاء لإنسان يقطع صلة رحمه أو يعني إذا إنسان قاطع أخيه بالكلام فوق ثلاث فهذه تعتبر يعني جريبة يعني الخصومات فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم لا يغضب إنما يكهر نفسه كل هذه الأمور هي تندرج يستجيبوا لي فليستجيبوا لي لاستجيب لكل أوامر الله ليست الأوامر التي هي سهلة على النفس إنما للأوامر الصعبة إنما الطاعة في المنشط والمكره وليس فقط في المنشط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لابد فعلا أن نكون متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكما قلنا حتى لو أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب الدعاء فإنما هو خير لنا ولذلك يقول المسيح الموعود عليه الصلاة إن الذي لا يوقن وقت الدعاء أن الله قادر على كل شيء إلا ما استفلاه في وعده فليس من جماعته يعني عندما ندعو الله سبحانه وتعالى لابد أن نكون متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى هو يحدث المعجزات ويغير الأمور التي تبدو في ذهنين أو في أذهنين أنها صعبة ومستحيلة فالله قادر على كل شيء المهم نحن كيف نحقق شروط الدعاء حتى نكون يعني من المقبولين إنما يتكبل الله تعالى من المتقين لابد يعني أن يعني تتحصل فينا التقوى لابد أن نلبس لباس التقوى فالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة لا يمكن أن يرد عباده خائبي لا يمكن كأي حالين الأحوال لأن الله سبحانه وتعالى إذا نحن غير متيقنين بأن الله يستجيب أدياتنا فلماذا ندعو وحديث الرسول واضح ماذا الموضوع حديث الرسول يتحدث عن استجابة الدعاء ويقول بأن الله سبحانه وتعالى بما معناه أن الله يستحي أن يرفع عبده يده إليه يعني طالبا الدعاء ويرده خائبا ولكن القصد أنه يكون هذا العبد في حالة الإضطرار والإضطراب والبكاء والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى نعم القضية أن الشيطان دائما لا يكل ولا يمل يعني يأتي للإنسان بأفكار من هالنوع نعم ربما إنسان يعاني من قضية معينة ويدعو الله سبحانه وتعالى لفترة طويلة وربما سنين طويلة ولم يستجاب دعاء فهنا يدخل الشيطان له من هذا الباب ليبذر في نفسه بذور اليأس والإحباط الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسى عبده كذلك من شروط الدعاء أن الداعي لابد أن يركز على صفرات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى ونأسف على الخلل الذي حصل خلال البث ونعود للاستماع لحديث الأستاذ عبد القادر حول موضوع شروط استجابة الدعاء تفضل أستاذ عبد القادر الحالة التي كما ذكرنا أن الحالة التي يكون عليها الداعي أن يكون في حالة من الألم والحرقة بحيث يعني يكون متواضعا يبكي على عطبة الله سبحانه وتعالى ويتأوه كما يقول مسيح الموض عليه السلام عليه السلام يتأوه آهة الثكلان في حضرة الرب المنان وطلب استجابة هذا الدعاء من الله الرحمن خاشعا مبتهلا وعيناه تذرفان فيستجاب دعائه ويكرم مثواه ويعطى له هداه ويقوى له قلبه قلبه الذي كان أوهن من بيت العنكبوت يذكر الله أبرشاد بتحب أن يضيف إشياء حالا موضوع استجابة الدعاء نعم هذا موضوع الدعاء طويل جدا فإذا سألنا سؤال متى ندعو وأين ندعو فليس هناك وقت إلا وكله دعاء منذ ولادة الإنسان حتى وفاته وفي كل مناسبة يمر بها إذا خرجت من بيتك تدعو حتى ترجع إلى بيتك إذا ذهبت للنوم وإذا خرجت منهم وإذا دخلت أي مكان أو خرجت منه أي كل وقت وكل زمن وكل مكان هو للأدعية وما أكثر المناسبات عندنا في ديننا في الحج مثلا في المشاعر في كل مكان هناك أدعية في رمضان في ليلة القدر في القيام في كل وقت إذا سألنا عن وقت فليس هناك إلا وقت مليء بالأدعية وأنا مشاهدين الكرام أريد أن أختم هذا اللقاء باقتباس لحضرة الإمام المهدي عليه السلام حول موضوع الدعاء يقول حضرته لا تظنوا وتقولوا في أنفسكم إننا أيضا ندعو كل يوم وأن الصلاة التي نصلها إنما هي الدعاء ذلك أن الدعاء الذي ينبع نتيجة المعرفة الحقيقية ونتيجة فضل الله تعالى يتميز بصبغة خاصة وكيفية مختلفة تماما إن ذلك الدعاء قادر على الإفناء إنه نار تذيب القلب إنه قوة مغناطسية تجذب رحمة الله إنه موت إنه موت يهب الحياة في نهاية المطاف إنه لسيل عارم إلا أنه يتحول إلى السفينة في النهاية وبه يستقيم كل أمر قد فسد وبفضله يتحول كل سم إلى الترياق في آخر الأمر في نهاية هذه الحلقة أشكر الأستاذ فلاح الدين محمد والأستاذ عبد القادر مدلل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أدعيتنا وقيامنا وصيامنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا